لاحظوا اول ما تسوي لها سحب الجوه المقطع نفسه بتجيك خيارات كثير فان اهم منه بس نحطه جوه المقطع يعني وبشكل مستمر فتختار بكتر ام بكتر طبعا بكتر ام بكتر ام بكتر تختار لها شكل طبعا بالزمن يعني بديك تتحكم بالزمن ولاحظ هنا مثلا تخلي بينها وبين تأثير الخروج والدخول فترة مثلا ثانية عشان ما يخفيها لان هذا الحركة تخفيها لاحظ انا يوم زودت بشكل بسيط اخفت التأثير فلازم تخلي بينهم مساحة لاحظ هنا لاحظ كيف كيف نوازم بي لاحظ الحين لاحظ كيف الصورة طلعت في الزاوية طيب خنجرب مقطع ثاني بلونا نضيف مقطع شوف بكتر ام بكتر لاحظوا تفعل عندي لانه مستخدم من قبل فما ينفع فانت الحين يبديك تحط مقطع جوه مقطع مثلا كذا لاحظ معي لاحظ معي مثلا انا ابغى صور نفسي في هذا المحيط ابغى اطلع الصورة نفسي طيب الحين سوينا الشعار اللي في الزاوية علمتكم بكتر ام بكتر وش تسوي وش فوائدها طبعا بنسوي خروج للمقطع نفسه من هنا ونضيف الصورة نفسها في الاخير طبعا بما انه خلاص تعلمنا تعلمنا وشلون يعني نضيف ماخرج زي كده فبسويه بشكل سريع طبعا عندك اي صورة تنظف بيكون عليها اقتطاع وتأثير حركة فانت عشان تشيل تأثير حركة واقتطاع تروح هنا عند الاقتطاع تبغى تقتطع مثلا تقتطع شوفوا كيف اقتطع الصورة ما تبغى تقتطع ما تبغى تأثير اي حركة او اقتطاع فت دن يطلع لك الصورة بحجمها الطبيعي ونفس الحالة مع هذه الصورة طيب الحين كيف نسوي افكت في نفس الفيديو نغير الوانة نزيد السرعة تروح للفيديو اللي انت بغى تسوي الافكت وزر الفارة اليمين تطلع لخيارات التالية كليب تتحكم بسرعة الكليب بنفسه طبعا خلنا نزيد سرعتها 200% من هنا طيب أبغى تأثيرات اللي تغير لون يعني تسوي الافكت يعني الافكت حق الفيديو مثلا تخليك انه فيلم قديم وزي كده وهي تأثيرات يعني جاهزة فتختار من هنا وتحدد لاحظ عندك خيار الفيديو طبعا تتحكم بنارة الفيديو السطوع الالوان زي كده الاوديو طبعا الاوديو يعني تتحكم بمدخل الاوديو وخروجه تحط دن لاحظ طيب عندك الشاحة الوثانية تروح المقطع نفسه زر الفار اليمين هنا يسوي لك يعني يقسم لك الفيديو عشان تقدر تضيف تأثيرات في النص لاحظ طيب نروح نسوي التأثير وهنا عندك يفصل لك الصوت الصوت عن الصورة يعني يبديك تحكم بالصورة بشكل مستقل والصوت بشكل مستقل لاحظ طيب هنا عندك هذا التأثير مثلا تتصور صورة وانت قاعد تركض مثلا بيصير الفيديو يعني في رجة فهذا يشيرها هنا هذا التأثير يسوي لك تجميد للصورة مثلا انت بغى تجمد المشهد طبعا بتتكلم لو بتضيف نص او اي بتركز على شي معين فخلونا نجرب لاحظوا كيف تجمد الصورة هنا جمدها الحي وهذا يعني كانت خلاصة درس اليوم ما بيقى علينا لكيف انت تصدر الفيديو تروح نتشير تصدر ايتونز اي دي بي دي ميديا لليوتيوب على طول ما يحتاج تدخل يوتيوب تسوي ابلود هنا تصدرها للكويك تايم اذا صدرتك كويك تايم يعطيك اوبشن كثيرة مثلا تروح لأوبشن هنا سايز تختار السايز اللي انت بغى 1920-280 الى اخره بعدين اوكي بعدين سيف وخلاص يجهز عندك المقطع هذه كان بشكل سريع شرحت لكم كيف سويت المنتاج باستخدام ايموفي بتكون اضافة للايموفي يعني عبارة عن جزء اخر عشان اكبر عدد ممكن يستفيد وان شاء الله يكون الدرس مفيد يعني مع انه مسوي بشكل غير مدروس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة